سمعي والبصري عفونا اليوم الاثنين الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري عن قراره بالتداخل في اي قضية قد يتم رفعه من قبل هيئة الانتخابات ضد اي مؤسسة علمية سمعية بصرية او صحفي على معنى الفصل الثامن عشر من قرارها عدد واحد وثلاثين الاخير او اي تتبع قضائي ترى فيه الهيئة تعارضا مع مبادئ حرية التعبير والصحافة على شكلة ما يعرف بجريمة التنفير من الانتخابات او احالة اخطاء مهنية على النيابة العومية كما اعتبر عضاء المجلس ان النهج الذي تتبع هيئة الانتخابات والتلويح بالتتبع الجزائية ضد الصحفيين يشكل ترهيبا لوسائل الاعلامة وخطرا حقيقيا على حرية التعبير ونزاهة الانتخابات من حيث تغطي الاعلامية وكان في هذا الاطار اللقاء التأثيري الذي نظمته الهيئة عن بعد مع منسقية حملة الانتخابات التشريعية والمسؤولين عن تحرير بوسائل الاعلامة السمعية البصرية اكد الحرص الديواني انه على اثر توفر معلومات واردة على خلية استعلمات فاصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بوليتي المونستيرة مفادوا ان احد الاشخاص يقوم بجامع مبالغ مالية هامة بين مدينتي سوسا والمونستيرة تم حجز شاحنة خفيفة بالطريق الرابط بين سوسا والمونستيرة وحجز مبلغ مالي من الدينارات التونسية لا يمسك صاحبها في شأنها اية وثيقة قانونية قدرت قيمتها بمئة وتسعة وسبعون الف دينار دون اعتبار وسيلة النقل وباستشارة النيابة العومية ذنت للحرص الديوانية بحجز سيارة والمبلغ المالي من اجل مخالفة المسك والنقل لدينارات تونسية بدون سند قانونية وحالة كامل ملف القضية على ادارة الابحاث الديوانية تم صباح اليوم الاثنين الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري بمقر وزارة شؤون الاجتماعية توقيع اتفاقية إطارية لتبدل اللامادية بين وزارتي شؤون الاجتماعية والصحة والمركز الوطني العالمية بيشرف كل من وزير شؤون الاجتماعية ملك زاهي وزير الصحة علي مرابط وزير التكنولوجية الاتصال نزار بناجي وذلك بحضور عدد من إطارات وزارة شؤون الاجتماعية والصحة والتكنولوجية الاتصال والمركز الوطني العالمية وتولى امضاء هذه الاتفاقية كل من وزير شؤون الاجتماعية ملك زاهي وزير الصحة علي مرابطه ووزير تكنولوجية الاتصال نزار بناجي واستعدادا لانعقاد فعاليات الدور الرابع والسبعين للجنة الاتصال لمشروع الطريق العابر للصحراء بتونس أشرفت سارة زعفراني الزنزري وزيرة التأجهيز والاسكانة اليوم الاثنين على جلسة عمل حول تغيير صبغة الطريق العابر للصحراء إلى طريق ذو صبغة اقتصادية وذلك في جزءه لمتواجد بالطرابة التونسية وحضر هذه الجلسة رئيس الدوان بورهان حميدة وصلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقاته وتم خلال هذه الجلسة تبدل ومناقشة المقترحات العملية والأهليات الكفيلة لتجسيد هذه الرواق الاقتصادي من خلال توفير مناخ آمن على طول الطريق والنظر في الآليات الممكن لضمان سرعة التنقل من خلال بنية تحتية قادرة على استقطاب الاستثمار ودفع المبادلات التجارية انعقدت مساء اليوم الاثنين بمقار وزارة التشغيل وتكوين المهني جلسة عمل مشتركة بين وزير السياحة محمد المعز بالحسين وزير التشغيل وتكوين المهني نصر الدين نصيبي بحضور رئيسي الدوان وعدد من إطارات الوزارتين والهيكل تحت الاشرف المعنية وخصصت هذه الجلسة واشغالها إلى متابعة عدد من الملافات المشتركة بين الوزارتين وخاصة منها المتعلقة بالتكوين وتدريب المهني في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وملأمة خرجي هذه المنظومة من حاجية المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع إضافة إلى متابعة التقدم تنفيذ الاتفاقية الليترية المشتركة بين الوزارتين استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبونة مساء اليوم الأثنين رئيسة الحكومة نجلة بودن رمضانة وحضروا اللقاء عن الجانب الجزائرية الوزير الأول الجزائرية أيمن بن عبد الرحمن ووزير الخارجية والجالي الوطني بالخارج رمطان العمامرة ومدير ديوان رئيسة الجمهورية عبد العزيز خلفة وعن الجانب التونسي حضر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندية نهاية النشر الإخبارية وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها عمادة الشوامخ ببحاج للاتفاق على توفير حافلة خاصة لنقل التلميذ جلسة عمل بمشتركة بين وزيري السياحة والتشغيل والتكوين المهنية وزيرة المالية تؤكد على أن الأحكام التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 23 و2000 تهدف إلى تكريس العدلة الجبائية إيقاف شاحنة صاحبها كان يجمع الأموال بين سوسا والمونستير وحجز 179 ألف دينار مجلس الهايكا يعلن قراره بالتداخل في أي قضية من شأنها المسه من حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الأعلمية وسارة التجهيز والإسكان جلسة عمل حول تغيير صبغة طريق العابر للصحراء إلى طريق بصبغة اقتصادية ونجلة بودر رمضان تصل للجزائر في زيارة عمل بيوم واحد نهاية النشر الإخبارية قدمها لكم نصر الدين أحميدة إلى اللقاء